السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبت لكم طريقة تطبخوا بها شوفلر طريقة ما رحش يكون مقلي وما رحش يشرب معاكم الزيت طعم رائع والله يعني اكثر مرائع رح متأكدة رح يعجبكم مئة بالمئة انتم و اولادكم وما رحش تستغنوا على الطريقة هذي وبدون ما نغليه في الماء طريقة هذي انا عملت لكم وصفة من قبل طريقة مختلفة وطريقة هذي المرة اللي فاتت انا اطبخته في الماء المرة هذي ما ما اطبختهش في الماء انا رحيته مني ومن بعد قليته رح تشوفوا الطريقة مع تتبيلة رائعة وهي بروكلي مع لحم دجاج مفروم مع توابل رح تشوفوا الطريقة في الفيديو وتمنى فقط ما تنسونيش بجيم واللي دخله جدد ان شاء الله يشتركوا في القناة وما ينسوش يفاعلوا الجرس حتى تصلهم الفيديوهات الجديدة كيما تشوفوا المنظر رائع بمكونات بسيطة جدا تطبخي طبق قراقي للافراد العائلة تقدري تقدمي للضيوف يعني مش شرط حويج بزيف حويج غالية بش تديري طبق يعني يعجب الأسرتك يعني بقبسط المكونات مع سوس بلونش راح تعطيه طعم رائع وفقط توضيح كيما تشوفوا أنا متعودة نلبس ليغان كينا ندير نخدم الفيديوهات تايعي الفيديو كيما تشوفوا ليغان او القوانتي يبين متسخ موسخ يعني هو أصلا أنا كنت نجهز بش ندير نطيب العشاء ولدي بزع لي الكوركم أنا لميته وكان ما عنديش غيره في الدار وكان الوقت متأخر يعني ما نقدرش نبعث بلدي يجيب لي يعني بش مايروحش بالكم البعيد توضيح فقط هنا عراني كيما رحيت الشوفلر مع الحمد جيج صدر صدر طاعت جيج وهنا عراني نمرق في العصص المهم طريقة ليحب الطريقة بتفصيل هي في في اخر الفيديو هنا كيما تشوفوا ليبون ما رح تشربوا مع هات ق Female موسيقى تص имله بجول ما نقطعهم لا في ورقة مطبخ ولا ورح تشوفينه ما يشربوش من هاته السيطة بالعرص هنا نبدو الطريقة على بركة الله طبعا نحتاج الراس تاع شوفلير انا درت الحجم هذا ما عم بليش بديه الميزين المهم بعد ما رحيت و بعد ما ربيته راح جيتني الكمية بزيف نقصت انا نقصت منه تقريبا نقصت ثلث هنا عندي طرف تاع الجيج ان اللصوص دائما كما تعرفوا لازم يكون الحم فيه العظم مستحيل تجيك اي صوص مستحيل تجيك بنينة بدون كديري لحم يعني هابرا سعفي دائما نعاود الهادرة هذي ودائما نقولكم المعلومة هذي يعني حاولي حتى ولو عظم بدون لحم تحاولي تبانني به اللصوص اي صوص نقطع الشوفلور من بعد راح نروح نغسله ونخليه يوقتر من الماء يشيح قبل ما نرحيه كما تشوفوا وعندي كمية من الزيتون وعندي ربع حبة ثوم الحجم الكبير زوزة راح نديرهم في اللصوص وزوزة راح نديرهم في الخالطة مع الشوفلور عندي نص حبة بصل كبيرة انا عندي البصل بحجم كبير انا درت نص حبة انت ديري حبة متوسطة راح نرحي اول شي راح نرحي البصل اللي راح نديره في الصوص بروكل وهذا كما شفتوا في اول الفيديو راح ندير معاه سوس بلونش راح نضيفهم على قطعة في الكوكوت على قطعة اللحم هذيك اللي راح نحمض بيها طبعا نحمضي ولو بقطعة صغيرة ولو ولو بأعظم نحيته من اللحمت على الصدر والمهمش ماجيكش واذا عندك ضياف طبعا ندري كمية معطابرة يعني من الجيج في الاسوس هنراني نرحي في الشوفلور قادرة ترحي في الاراب مش شرط يعني للاشوار هذي قادرة ترحي في الاراب والحم ثاني تعد جيج كي تجبديه من كونجلي تقدري تحطيه مدة 4 ساعة ونصف ساعة حتى يبدأ يطرع شوي من بعد تربيه في الاراب يترحي لك نورمال وهنا راني رحي نسل الكمية رح نكمل الكمية الأخرى كي ما تشوفوا رح نرحي قطعة الجيج صدر تعد جيج هذا تقريبا ربع صدر تعد جيج رح نرحي معاها حبات من الزيتون وزوز حبات كبار من الثوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كي ما تشوفوا هنا نوريتلكم يعني قلت لكم قادرين ترحوا في الآلة هذه في العراب هذه مش شرط يكون عندكم أشوار هنا كي ما قلت لكم الكمية جتني كبيرة تعشوف لها رح نقص نقص تقريبا ثلث والكمية هذي اللي نقصتها رح نحتفظ بها في الكونجيلاتور نهار أخر ندير بها نعاود نفس الطريقة وإلا ندير بها قراتها يعني تعرفوا لكي طرق لا تحسى ولا تعد لطبخ الشوفلر وانا من قبل درتلكم طريقة أخرى هنا بعد ما تحنت صدرت على الجيج اضفت له لضيفي الدبشة ومعد نوس أنا ما عنديش في الدار ودائما نقول لكم راني نخدم بالموجود درت عندي الكرافس درت كمية من الكرافس درت فلفل لكحل درت الكسبر توابل كسبر فلفل لكحل زنجبيل البسبيس أنا الأكل الأكلات البيضة يعني اللي بسوس بيضة واللي بدائما نضيف فيها البسبيس نستعمله في طبخ داعي يعطي طعم رائع أنا نشوف الناس كامل ما يستعملو شو هذي أكبر غلطة لأنه البسبيس يعطي نكهة رائعة في الأكل كيما شفتوا قلت لكم التوابل زنجبيل كوركم كصبر كمون بابريكا رح تشوفوا كيف نضيفها نحتاج لحبة فرماج فرماج اختياري لجبن إذا ما عندك شما تديريش نحتاج لحبة بيض نحتاج لشابلير اللي هو الخبز المحمص المطحون حاولي تديريك مية ويفرة بجتماسك الكيك الشوفلير نخلطهم كامل مع بعضاهم والبيض طبعا حسب كمية الخاليط إذا ما عندك شولد صغار حاولي تطحني مع الحم والشوفلير اللحم والشوفلير حاولي تطحني معه هما قرن فلفل حار هنا كما تشوفوا راني النمر انا نقلف في السوس معه حبة الزيتون معه كما قلت لكم ما نص حبة بصال كبيرة وزوز حبة الثوم درت ثاني كمية قليلة من الكرافس ما ما كفرتش الكرافس لأنه الكرافس رحي يعطي طعم مر إذا كفرته منه في الأكل الكرافس في أي أكلة إذا حبت ضيفيه تحطي كمية قليلة مرقت الأصوص داعي بماسي خنو نغلق عليها نخليها تطيب هنا أضفت ثلاث بيضات أنا الكمية هذي جتني بثلاث بيضات يعني الرابعة ما درتهش راح نشكل الشكل هذا اللي شوفتو لأني كفرت جتني طرية ثلاث بيضات جتني طرية بزيف ما نقدرش نشكل الجيبول هكما فشكلتهم بالشكل هذا يعني من راح نرمدهم في الفارينة وهذه هي الطريقة اللي خلتهم ما يشربوش الزيت إنه ما تديريش الفارينة مع الشوفلر والحم مع ذيك الخلطة ما تديريش الفارينة الطريقة هذي إنك تديري الفارينة من بعد ما تكمليت رمضيهم في الفارينة ما راحش يشربو الزيت نهائي هنا لصوص تعيري طابت ورميت فيها فلفل حار يعطي القوبرك ما خليتوش مدة طويلة حتى يتحلف لصوص يعني دي حارة نرميضوك اللي بول تاعي في لصوص بيش يتشربو منها لازم تكون خيثرة لصوص ما تحطيش اللي بول تاعك في لصوص ما مش خيثرة راح تمصطي ذوك اللي بول وتريحي الأكلة تاعك خلاص ومجيكش ابنينا يعني حذاري لازم تكون لصوص خيثرة هنا راني حطيت طبق تاعي ممكن ما تشوفوا منظري شهي زي انتم بيعني تعرفوا الحويج هذي النوع هذي من الاكلات يحب القارس يحب الليمون انا زياد بشريح الليمون زي انتم بحبيت زيتون اللي كنت بخته مع لصوص بلونش مع قرن الفلفل وهذاك القطعة تاع دجاج عودت تحمرتها حوالي خمسة دقائق في الفرن وشهي اشتركوا في القناة